هذا وكان صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولو العهد رئيس مجلس الوزراء قد وصل بحب الله ورعايته اليوم إلى مدينة الرياض في زيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة في ظهر الله ورعاة للمشاركة في النسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وللمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تلبية لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية كان في استقبال سموه يحفظه الله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة رياض ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وعدد من كبار المسؤولين يرافق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة وفد رسمي من كبار المسؤولين موسيقى وصرح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى وصول سموه إلى الرياض في مستهل زيارته بالتصريح التالي يسرني وانا أصل إلى بلد الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة التأكيد على مدى عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين بلدين الشقيقين وتعكس التطلع الدائم للوصول بها إلى أعلى مستويات التنسيق والتكامل وانا أشيد بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما حققه التعاون المشترك من خطوات متقدمة على كافة السعود بفضل رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله إننا في مملكة البحرين نتابع باعتزاز الإسهامات الفاعلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومساندة أخينا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في تبني المبادرات الاقتصادية التي تعزز من مكانة المنطقة وثقرها العالمي وتدفع بمسيرة التنمية في مختلف دول العالم واليوم أزور المملكة العربية السعودية الشقيقة لمشاركة الأشقاء في نجاح مبادرتهم الاقتصادية والبيئية التي لها دور مؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي ومنها النسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي أتشرف بالمشاركة فيه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله رعا وقمة الشرق الأوسط الأخضر التي سأشارك فيها تلبية لدعوة كريمة تلقيتها من أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إن هذه زيارة فرصة طيبة أن لنا نتقابل خلالها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعا لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وتمنيات جلالتي بكل التوفيق والنجاح لأعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة وقمة الشرق الأوسط الأخضر وكلنا ثقة بأن النجاح والتميز الذي ظل دوما مواكبا لكل مبادرات المملكة العربية السعودية الشقيقة سيكون لهذه المبادرة والقمة نصيبا وافرا منه إن الشقيقة الكبرى كما عهدناها دوما البيت الجامع لكل ما فيه خير الإنسانية وتقدمها وما هذه الفعالية الكبرى التي نحن بصددها لا إلا نتاج لرؤى متميزة وفكر مستنير امتد نطاقه الحد المحلي والإقليمي إلى النظرة الشمولية بالخير واللماء لكل العالم عبر تطوير الاتجاهات والفرص الاستثمارية وإيجاد رؤية عالمية مشتركة لمستقبل الاستثمار والحفاظ على البيئة وموجهة التغير المناخي أجد هذه المناسبة فرصة لأجدد فيها الإشادة بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة وبجهودها في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية فهي مرتكز الأمن العربي والإقليمي وعامل الاستقرار الأساسي في المنطقة والاقتصاد العالمي داعينا الله عز وجل أن يديم عليها وعلى شعبها الشقيق نعمة الأمن والاستقرار